دعطيكم العافية معكم مهدي جيبير من قناة برو فشينك تعلم طرق الصد اليوم هنحكي عن عمرة السجان او عمرة المواسطة او البطاطا او العقيس حسب كل بلد شو بيسميها ايب هنتعلم اول شي عمرة الغدارات و هنتعلم عمرة السنانير اللي هي تستعمل كمان للسرغيس والبوري و لاكتر اشياء قبل ما نبلش خلونا احنا مثل ما عم نحاول نقدم محتوى نفيد فيه الصيدي المبتدئين او حتى المحترفين انه لو بيستفيدوا مننا بربطات و بنستفيد منه ان شاء الله ما تبخلوا علينا بزر سبسكرايب هدا بيفيدنا نحنا بالقناة كرميل الاستمرارية ونقدر نقدم محتوى بعض افضل من هيك ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للصفحة و ان شاء الله هنلحقكم في فيديوهات جديدي كتير كتير ان شاء الله بتستفيدوا منها خلونا نبلش طيب اول شي نحنا هنحتاج الطوشة تعولتنا هنستحها من هون هنمرق خيطنا اللي جاي عن الماكنة بهدا الشكل من قلبها ونسحبو ومنسكر هلأ هاي شو صارت شغلتها هاي صارت شغلتها هي العيار اللي نحنا من ننزل فيه الطعم بقلب الماء يعني منا متر منعلي هاي دي مسلا بتكون العمرة عبارة عن ستين سانتي منعلي هاي دي مسلا بعد اربعين سانتي بنكون نزلنا متر منا ثلاث مطار منسحب هاي دي لحدود ثلاث مطار نجي للحبسي تعالتنا من ربط الحبسي منفوت خيطنا بهدا الشكل كل انسان عنده طريقة ربط انا حلأ عاطيكم طريقة ربط سريعة وقوي كتير يعني انا بربطها عندي انا عم صيد كاستينج قوات على سمك خمسة كيلو ستة كيلو وما بندر عليها نجيبها هاي بهدا الشكل لهون ومنعمل دائرة نص دائرة بهدا الشكل تمام؟ نرجع نعيد نجيب هاي دي من هون ومنعمل نص دائرة بهدا الشكل ومنجيب خيطنا اللي هون اللي هو الاساسي ومنبلش نلفه دائرة هاي دي بقلب الدائرة ثلاث مرات اربع مرات طيب هاي واحدة وهاي اتنان وهاي تلاتة بهدا الشكل ومنشد بنسحب ومنسحب هاي دي الاساسية بتشد معنا هون ومنقطع الزيادة منخلي تقريبا شي صمتي وفينا حتى نشيلو يعني بس انه هاي دي افضل في حال كبست السمكة كتير او شي انه بيكون معنا احتياط بالخد تمام خلصنا منا لهاي الغدارات طيب عمرة الغدارات هنيجي نحن لاول غدارة اللي هي هاي لتحت هاي حتكون اول غدارة اول شي من تحت بهدا الشكل حنحط الخات هون ونثبت ونكمشو بايدنا بهدا الشكل وحنرجع نجيب الخات طاولنا كله الراس التاني منه يعني خلينا نقطع هون كرمال ما يزد علينا ويلبكنا بالشغل طيب هاي دا الراس التاني منجيبه منحطه بعكسه تماما يعني مثلا صار عنا شو صار عنا خلينا نفرجيكم اليوم كيف طريقة واضحة شي هيك والراس التاني رايح بعكسه تماما هيك هلا نحن بهمنا الراس اللي جاي من هون اللي تحت هاي دي منلفه على خمسة ستة سبعة تمانية تسع مرات قد ما بتكون وبتسحبوا بهدا الشكل وهيك بتكون ربطة ربطة كتير قوية نبعد عنا خمسة سانتي ونحط الغدارة الصغيرة بهدا الشكل كمان كذلك الامر ونفس الربطة هنجي من هون هنجيب خيطنا الراس التاني تعولوه نجيبو بهدا الشكل دائرة ومنجيب هاي دي منلكة حواليها ثلاث مرات خمس مرات سبع مرات قد ما بتكون بس هي مش اقل من خمسة يفضل اربعة خمسة بتطلقوه فاذا صارت عنا بهدا الشكل وحنجي للغدارة التالتي كمان خمسة سانتي هاي دي منحطها ومنلفها متل ما قلنا ومنسحب هاي دي منلف هاي دي حوالي هاي دي خمسة مرات ومنسحب تاني طرف بهدا الشكل فهاي دي طريقة سهلي وقوي جدا 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 بالشغل فاذا صارت عمرتنا جاهزة بهدا الشكل هلا بالنسبة للتقالات هاي دول نجي لهون للراس فوق نجيبوا بهدا الشكل منحط الخيط على الخيط من هون ومنهدي هون هيك ومنجي لهون نعمل دائرة بهدا الشكل ومنلفها تلات مرات واحدة اثنان وهي تلاتة ومنسحب فاذا شو صار عنا صار عنا عقدي هون بهدا الشكل منحط فيها الحبسة من هون ومنسكر فشو صار عنا صار عنا هاي متحركة يعني بس مدنا منفكة وبس مدنا منركبها ومنجي للتقالات منحط تقالاتنا هون بهدا الشكل تقال اثنان ثلاثة وبتصير عنا عمرت جاهزة الوسط هاي دي بالنسبة للغدادير هلا بالنسبة للسنانير هنجيب نحنا الخيط تعولنا هنجيب نحنا الخيط تعولنا منحط سننارة بهدا الشكل هون ان شاء الله تربط معي لان انا انا متخن الخيط ليبين عنكم طبعا متخن الخيط بهدا الحالة بهدا الصيد بيكون بين الستعش من الملي والخمسة وعشرين مش اكتر من خمسة وعشرين من الملي لانه السمكي حتشوفوا انتو عم استهدفوا سمك صغير مش كبير يعني ربطنا اول سننارة متل ما قلنا نفس الطريقة لالنالكن عنا بهدا الشكل ونقطع الزيادة هنجي للطرف الثاني هنربط الطرف الثاني هنربط الطرف الثاني نحط طرف هون هيدا اول طرف والتاني طرف هي السنارة اللي نحنا ربطناها هاي السنارة هنحطها بعكس اول طرف هيك بهدا الشكل لجهة جوه وحنجي بهيدا الخيط نلف حوالان السنارة اللي نحنا عم نربطها والسنارة اللي جوه ثلاث مرات اربع مرات خمس مرات اثنان ثلاثة اربعة وهي خمسة هنمسك السنارة اللي نحنا عمليها ونشد بهدا الشكل نسحب 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 لنزورها على اخر هنم فازن هاي كمان من رابط التاني ميلة صار عنا سنارتان مربطين هنجي لهون هناخدهم تقريبا على مستوى بعض بهدا الشكل هوا دول عمستوى بعض السنارتان اوكي هنطلع لهون بهدا الشكل ونجي لهون ونعمل العقدة تعولتنا بهدا الشكل ومنعد واحد اثنان وهي ثلاثة نسحب فازن صار عنا العقدة اللي بنربطها بالمدور فوق ونازل منا سنرتان لهدا الشكل هاي واحدة وهي الثانية هيدول بدون يكونوا سننير ثلاثة عشر وثلاثة عشر يعني ثلاثة عشر وطلوع يعني بهدا الشكل شوفوا ادي حجم السنارة صغير كتير بهدا الرقم ثلاثة عشر والغدارات كذلك الامر من الأربعة عشر لثمانتعشر ان شاء الله تكونوا استفدتوا هون علمناكم ان احنا عمرتان هيدول العمرتان بيشتغلوا على القصبة البلدية كان معاكم مهدي الجابير من قناة بروفيشين تعلم طرق الصيد ما تنسونا لايك وسبسكرايب للصفحة وانترون في فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر